الثقة المطلقة في الشيوخ وفي السلف والبغض طبعاً ذكرناه يأتي منها السب والشتم وكذا لا تظن أن الله لن يحاسبك عليه يعني بعض الافتراع الآخرين وخاصة الشيعة أيضاً يضطروك أن تدافع عن الشيعة بالغصب يعني الشباب والله الشباب السلف أنت ما حينما تريد بس من كثرة يضطروك أن تقول ثرى ليسوا هكذا ثرى ليسوا هكذا فيهم وفيهم وهم أكثر إيمان أفضل إيماناً مننا أنا كتبت هنيئاً مرة للشيعة أنه كيف تحملوا كل هذا القرون سبوا شئتم وقتلوا كذا وباقي معهم محمد وآل محمد ماسكي هذا ترى نحن لو نضرب يومين على كذا ترى مثل في واحد أظم يوم أتى التتار تشيع واحد من التتار اسمه خدابندة أظم فأتى والعالم سني فقالوا نبغيك تسب أبو بكر وعمر ولا نجل قال لا لا بسبهم قال ليش لا فسبهم لعنهم لما طلعوا قالوا أنت شيخنا وإمامنا يعني بهذا السهولة قال أنا في شرفي وقضائك من أجل عرابيين أروح نفسي فالشيعة عندهم هذا التمسك بحب أهل البيت رغم كل ما نراه نعم من بعض الشيعة من ممارسات خاطئة أو ننكرها وكذا ولنا حتى على الفلسفة الشيعة لنا آراء في مسئلة العصمة ومسئلة التسلسل الأئمة وكذا يعني لكن المقصود أنهم أصحاب إيمان وعقل وسلم في الجملة فيضطرواك الناس تدافع بالغصب طبعا